بسم الله الرحمن الرحيم غرزة بسيطة جداً بتبين كأنه هي مثل ضفيرة الحلقات بتشبهها ولكن ما لا ضفيرة عباً مظبوط راح نسميها ضفيرة الحلقات المتثالية أو شبه الضفيرة يعني انها هي غرزة كتير لصيفة وبتطلع نتيجتها مثل الضفرة العدد غرزها عبارة عن 2 مقلوب 5 عدل 2 مقلوب 5 عدل انا معاي هون 29 غرزة معناته كل 5 و 2 مقلوب من هون و 2 مقلوب من هون بتشكل معاكي هالضفيرة الحلوة نسميها الضفيرة بسيطة نسميها يعني ما عم بحسن بعثيها اسم معين ولكن كتير هي سهلة وبسيطة ورح اعلمك ياها تحسب تساوي منها للستات وللبنات وحتى الاسكارفات خلفية حلوة مرتبة كتير سهلة اذا احنا في عنا غرزة الحافية اول شي منصحبها ساحب ونشتغل 3 مقلوب اول ما بتبتدي دورك اشتغلي 3 مقلوب 3 مقلوب 2 3 4 5 3 1 2 3 ترجعي بتعيدي بتقولي 5 مقلوب 1 2 3 4 5 3 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 اخر الدور هذا الدور العدل فيها ها بنقلوب قلبنا هلا هن بيبتدوها على المقلوب بنات اللي شفتو هاي هون بيبتدوها على المقلوب نحنا نحن سايم كما بيعملوا هاي الغرزة الاولانية منصحبها بنشتغل 1 2 3 كانت مقلوب صارت عدل هلا هاي 6 مقلوب صاروا كانوا عدل صاروا مقلوب 3 4 5 هلا 3 مقلوب هم هاي ثلاثة مقلوب هاي ثلاثة مقلوب نسمي لكم ياها شبه الضفيرة افضل شيء لانه هي مو بتساويها مثل الضفيرة تماما تقلبي غراز وانما فيها الى حركة بسيطة كتير حلوة وبتعطيكي نتائج ممتازة يعني خرج ستات خرج بنات خرج سكارفات كتير لطيفة وحلوة حلوة اذا نحنا هلا نفترض حالنا اشتغلنا اربع دوار نشتغل اربع دوار متل ماك شايفين عدل ومقلوب متل هيك متل ما انا ساوي تلكون هلا دور العدل ودور المقلوب هلا اجينا هلا نحنا هم الرابع دور تمام شايفين هاي الغرزة اللي هون بدنا ندخل بقلبس النارة نفس الغرزة المقلوب نفسها ندخلها من تحت نعمل هيك ونسحب منها غرزة تمام؟ يلا هلا نشتغل واحدة عدلة اللي بالخيط خدي ثلاثة مع بعض ثلاثة سوا هم بتاخدي هون ثلاثة امام الشغل هدول هجو بيشار قلبت الخيط صرتي امام الشغل هم قلبت يون رجعي هاي عدل هلا بدنا نعوض الغرزة للنقصة معانا شو منعمل شايفين هاي الغرزة اللي تحت الغرزة المقلوب فوتي الخيط بقلبها اسحبي تاخدي غرزة اللي بالخيط اشتغلي ثلاثة مقلوب هلا برلل برجع بعض الكنياها هلا تحفظوها هاي ثلاثة مقلوب تمام؟ اللي بالخيط بدي هاي الغرزة أنا اللي تحت المقلوب هيك هو هون في غرزة هلا أنا بدي فوت الإبرة قلبها هاي إبرة فوتناها بنشتغل هيك ومنسحبها أنا دخلت تحت المقلوب أخدت وحدة بشتغل وحدة عدلة بقلب الخيط باخد ثلاثة معاً اي أخدت ثلاثة معاً ناخدون على وجه الشغل رجعي الخيط بتشتغلي وحدة عدلة هلا بدي أخذ هاي الغرزة من هون أنا بدي فوت قلب المقلوبة من تحت واخدها برجع الخيط بشتغل واحد اثنين ثلاثة بقلب الخيط أنا هلا شو عم بعمل عم طلع عدول عم طلعوا مش هنعوض عن الغرزة اللي أقدتون برجع الخيط بدي اشتغل من تحت الغرزة المقلوبة لكوة هون بدي دخلها هون دخلناها نشتغل واحدة عدلة وهي الثانية عدلة بنقله بالخيط بناخد هدول الثلاثة معاً هم نشتغل واحدة عدلة بدنا نعوض الغرزة النقصة شو بنعمل من دخل ايدنا هون اخدنا الابرة هيك بنرجع بنقله بالخيط بنشتغل الثلاثة مقلوب ان شاء الله كنت توضحت عندكم الفكرة هذا هو الدور ها هذا هو الدور الوحيدة اللي بيشكل معاكن هالتتابع هدول بالضفرات شايفة مثل الضفرة بتطلع معاكي يعني فيك تشتغليها لأي غرض بتريدي كثير سهلة وبسيطة هلا دور مقلوب العدل العدل والمقلوب مقلوب اسحبي اول غرزة دايماً هلا هاي عدلة تطلع معانا واحدة تنتين ثلاثة هذول كانوا ستة عدل هلا بدنا نصير ثلاثة كلها خمسة ثم بدنا نصيروا مقلوب اثنين ثلاثة اربعة خمسة تمام يلا هلا هلنا ثلاثة عدل كانوا ثلاثة مقلوب نرجع منلف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة كثير بدك تنتبهي تعدي ليش مشان ما بدنا ينقص معانا غرز ولا يزيد معانا هاي ثلاثة عدل هلا منرجع بدنا خمسة مقلوب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة تمام؟ هلا ثلاثة مقلوب واحد اثنين ثلاثة وهي اخر وحدة تبعية الحافة بنشتغلها مقلوبة لاحظوا كيف بنات؟ بتأمل ان شاء الله تكون واضحة عليكم رح ارجع بشتغلكم ياها مرة تانية رح نرجع نعيد الدور صبايا اشتغلت لكم انا اربعة دوار هلا هون اول غرزة بنسحبها ثلاثة مقلوب ثلاثة مقلوب هاي ثلاثة مقلوب رجعي الخيط لورا متل ما اتفقنا بدنا ناخد الغرزة من قلب الغرزة هون المقلوبة اول وحدة تمام؟ هم هي شوي صعبة بس معلش يفوتي ايدك هيك خدية بديها انا من هون من داخل الغرزة هلا تشتغلي وحدة عدلة تقلبي الخيط بتاخدي ثلاثة معا على وجه الشغل ثلاثة معا تمام؟ هلا بنشتغل وحدة عدلة نقصتنا غرزة من ايه منعوضة؟ منعوضة من هون ليه كوة؟ ها منعوضة هاي اشتغلنا وحدة عدلة صاروا خمسة هلا بنشتغل ثلاثة مقلوب هاي ثلاثة مقلوب انو اصعب شغله اصعب وحدة هي اللي هون بيكوة بس معلش بدك تطولي بالك الفوتية الدخلية بقلب الغرزة المقلوب المن هون بيكوة ها بتدخل بدك تطولي بالك هاي وحدة تنتين منقلب مناخد ثلاثة معا هم مناخد ثلاثة معا نريد نرجع الخيط نشتغل وحدة عدلة ومن هون بناخد ثلاثة هاي هون شوف شون دخلنا بالغرزة التحتانية سحبنا قلبنا الخيط نشتغل ثلاثة مقلوب لا تنسي تزيدي غراز بتتنقص عليك ومتح بتتصبح الرسمة هلا قلنا هون هاي خلو ايدكو الرخوة فيا وما بتضيعكن دخلوها بالغرزة اللي قبلها هاي وحدة تنتين نقلو بالخيط ان شاء الله يكون واضح عليكم التصوير والغرزة اخذنا ثلاثة معا ونرجع الخيط نشتغلها هاي عدلة نحن نعوض بالغرزة من هون عوضنا بالغرزة لا تنزل الغرزة عملي لي بإيدك هيك واشتغلي ثلاثة مقلوب تمام هاي هي الغرزة الضفيرة الضفيرة العقدي والله ما علي عرفانا شو بيسمي لكم ياها المهم غرزة كتير حلوة ولطيفة وخلينا نسميها شبه الضفيرة لا تنسونا من لايك وشير واشتراك وأهلا وسهلا فيكم